أهلا وسهلا فيك بالأردن ومبارح نحن التقينا بالافتتاح مهرجان عمان السينمائي العرض الأول وحضرتك يعني مخرج كبير جداً ويعني أفلامك عرضت بمهرجانات سينمائية حول العالم وجوائز عالمية فبحب هيك أعرف رأيك مبارح بافتتاح مهرجان عمان السينمائي الافتتاح كان حلو كان بسيط ومبهر في نفس الوقت وده كان حلو قوي مزيعة كانت شطرة بس أنا اللي لفت نظري جداً هي المداخلة بتاعة الأميرة ريم اسمه هو الأميرة ريم عادة أنا إما بتحضري مهرجانات وحد رسمي بيتكلم بيبتدي يتكلم عن حاجات فعلاً ما لاش دعوا بالسينما هنا كان الشيء اللي لفت نظري جداً إلى أي درجة هي بتتكلم عن السينما عن الأردن كما كان السينما العالمية بتيجي بتصور فيه وكما كان فيه سينما بتتولد وقدرت تتعمل واتكلمت عن فعاليات المهرجان فده كان أنا اتفاجئت بصراحة عادة أن رحل متعود على حاجة تانية خالص لما نعم رسمي هل هذا المهرجان هو دورته الثالثة ولكن يعني بسبب جائحة كورونا يمكن كان أونلاين أكتر من أنه حضور واقع موجودين حضراتكم كل الضيوف في الأردن أكتر موجودين بيئة الأردن بيضمن هذا المهرجان في فعاليات عديدة وكبيرة هاي مشاركتك الأولى بهذا المهرجان؟ أول مرة أجيئة أنا جيت كتير إلى الأردن أعمان كأضيف لهيئة الملكية للسينما يعني بحب المكان ده وجيت الأردن كمان في دورات كان بيعملها كانت تعملها الهيئة الملكية مع سان دانس أها لسيناريوهات الإشراف على سيناريوهات كان في أكولوج في الصحراء في مكان ما حالو أه جيت كذا مرة عم بحب الأردن أهلا وسهلا بك دائما دائما أهلا وسهلا بك بالأردن والمهرجان غني جدا يعني اللجنة اختارت من مئات الأفلام تينين وخمسين فيلم من تسعة وعشرين دولة وهناك أيضا ورشات عمل موجودة عليها مش المهرجان فحضرتك رح تكون موجود بأحدى هاي الورشات العمل ورشات لا أنا أنا ما أدعو عشان أتكلم عن أول فيلم عملته وآخر فيلم عملته لأن ده مهرجان وبما أن أنا يعني آه بقى دي سبعين سنة بحاول أبا شاب لا أنت شاب ما شاء الله عليك يعني فبس فحتكلم عن أول فيلم عملته وآخر فيلم عملته اللي هو أول فيلم عملته كان سريقة صيفية كان عملته سنة 86 أو 87 وكان رح كان على طفل في 15 يوم المخرجين نعم وآخر فيلم عملته كان اسمه الماء والخضرة والواجل حسن وده كان في لوكارنو في مهرجان لوكارنو نعم نعم أستاذ يوسري أنت يعني تتلمذت على إيدينا يعني يمكن من أكبر المخرجين وداما نسمع عنهم بالسينما المصرية تحديدا يوسف شاهين تحكي لنا عن هذه التجربة وأدي هذه التجربة أثرت فيك يوسف شاهين اشتغلت معهم يعني دي كانت مدرسة اللي أنا تعلمت فيها السينما أنا خريج كلية اقتصاد وعلوم سياسية قسم أحسن مثل ما عتكس يعني بس طول عمري بحب السينما أه لما أشتغلت فترة في جارية السفير في بيروت أثناء الحرب من 78 إلى 82 وشفت فيلم اسكندريالي هناك في بيروت وقلت لرئيس التحرير وقتها طلال سربان عايزة نزل القاهرة أعمل انترويوم مع يوسف شاهين نزلت عملت انترويوم كبيرة نشر في السفير وبعدين جيت تاني رحت تاني قاهرة عشان أغطي صحفيا حدوتة مصرية تصوير حدوتة مصرية ويوسف شاهين قال لي انت بتعمل ما تيجي مصر تشتغل معايا انت بتعمل ايه في الخرارة يعني على أساس في حربه بتاع تعالى مصر حديك 30 جنيه في الشرار 30 جنيه أنا كنت باخد 3000 دولار قلت اوكي جيت على قاهرة كان نسي تماما انه قال لي تعالى وانت مين جو انا عملت معك انترويوم على حد ايه اسمعي وكنت موجود طول تصوير حدوتة اه 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 تعالى المكتب مهم قال لي ايه اقرى سيناريوهات وقول رأيك فيها وبعدين قال لي تعالى ما تقولش لأي حد انت بتعمل ايه معايا بنعمل الودعية بونابارت الودعية بونابارت اللي هي من أول كتابة السيناريو لغاية لما اتعرض الفيلم في كامله ده كانت المدرسة اللي أنا تعلمت فيها إزاي الواحد يدير بس في حاجة أهم من التكنيك اللي الواحد تتعلمه من يوسف شاهين أنا حضرت تصوير حدوطة مصرية ومثلت حتى مشهد فيه وحش قوي أنا موثل فاشل تمام وتابعت بالتفصيل عمل حدوطة مصرية واشتغلت تاني مع يوسف شاهين كمخرج منافذ يعني هو كان بيمثل في اسكندرية كمان وكمان وأنا اللي كنت وقف وراك كاميرا أقول ده كويس ولا ده مش كويس ف بس الأهم حاجة تعلمتها يعني التلات أفلام كده قدرت تصويرهم يوسف شاهين وطبعا علاقتي بي بعد كده كانت دايما بشوفه بيعملي في التصوير يعني يوسف شاهين كان فيه حاجة دي أهم حاجة أنا تعلمتها منه إنه راجل يعني مخرج كبير قوي 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 وبيشتغل من بداية الخمسينات نعم كل مرة بيدخل فيلم كأنه بيدخل بيعمل الفيلم الأولاني بتاعه يعني دايما كان بيتعامل مع الأفلام اللي هو بيعملها على إنها أكبر منه مش هو أكبر من الفيلم رابا هنسر للنجاح فده متأيقلي دي نعم ده أكبر درسة عام أه الباقي طبعا إزاي إزاي تقودي موقع بتاع تصوير الحاجة التانية اللي أنا حبيتها قوي في يوسف شاهين وكانت اكتشفتها وأنا بحضر تصوير حدوتها مصري إلى أي درجة بيقبوا مبسوط وهو بيصوير مش نكد آها يعني تصور العبيد ده بتاع المخرج إن واحد بيزع عصب وتنس ومتعصب ومش عارف إيه آه طبعا إنتي بتقوبي آه آه يعني يقز مسؤولية لأه إنما واخد بالك من كل حاجة وإنما المتعة بتاعت إنك أنت بتصويري وإنك أنت بتعملي لقطة الممثل بيديدك فيها آه حاجة بتفاجئك وحاجة بت لا ديت دي هون بيبين الإنسان اللي يعنيه الشغف آه بالزاف ودائما بيظل يعمل أفضل الشرف هي ديك المعر بتعرف مبارح كان يعني لفت نظري ليلك بافتتاح المهرجان قدي كان في فرح إنه مضبوط هو الدورة الثالثة ولكن هناك هنا الأولى لأنه كل حاضر هو بدأ بقبل الكورونا فوجود الناس اللي بتتحدث الحديث التقافي اللي بتتناول القضايا اللي بتتناولها الأفلام بيتطلع كل واحد على الشخصيات المبدعة الموجودة مخرجين وممثلين وكاتبي سيناريو بيحتفل الواحد بالثقافة هلأ كيف رجعت الناس تجتمع بأجواء ثقافية فبحب أسمع من حضرتك يعني بمسيرتك بالإخراج والعمل بأفلام إن عرضت بمهرجانات سينمائية عالمية يعني هذا أكيد عم تشتغل على مستوى عالي شو أهمية نكون مركزين على الثقافة بهذا الوقت من العالم العربي بهذا الوقت بعد الجائحة كشباب يظلوا دايماً مطلعين على المشهد الثقافي وأيضاً منخرطين فيه فبحب أحب أسمع رأيك فيه حلو السؤال متى يعني النقطة اللي دايماً محتاجين إن احنا نأكد عليها تاني وتالت إن دي أهم نافذة لكي على العالم إن الناس تعرفك وتعرف وجدانك وتعرف تعرف حاجة غير إن عندك حروب وعندك طائفية وعندك تطرف وعندك ما عرفش إيه والحاجات دي كلها إنك لما بيوبع عندك سينما بيوبع عندك رواية بيوبع عندك مصرح بيوبع عندك مزيكة دي الطريقة اللي بتقداريتو بيبعيها جزء حقيقي من الإنسان اللي بتأثري في وجدان الناس مش بس في وجدان ناسك إنما كمان الناس بر الحاجة اللي أنا حبيبها جداً في أنا مش بجامل يعني حقيقي مانيش شخص مجامل اللي هي لأ الأردن بتعمل شغر لإنها تكون مكان مرحب بالسينما مرحب بالسينمايين ومرحب بالأفلام اللي عايزة تصور سواء من من بلاد برة ولا من بلادنا يعني إن إيه لا أهلاً بيكم تعالوا عندنا فنيين وعندنا رعاية لده وعندنا تسهيلات بنيديها لده وعندكم أفلام وعندنا جيل عندكم جيل بتاع أفلام حقيقة يعني بنات عبد الرحمن شوفته في مهرجان القاهرة فيلم مدهش جدا كابتن أبو رائد الزيب في اليوم رح يعرض بمهرجان عماني سينمائي بتاج مول بتاج سينما فيلم فرحة هو أول فيلم عربي بيوثق النكبة بأحداث من أشخاصها يعني مبارح كان يعرض في اليابان فبتحس إنه شعوب هي مش مهتمة بالقضية وبالنكبة بس السينما صلت وسط الدور أيوة أنت عارفة عنا عملت فيلم اسمه باب الشمس باب الشمس بالزبط الحاجة اللي فاجئت الناس دايماً إن عارفة عندنا عندنا كده إحنا كعرب بنموت في القضية الفلسطينية بس ما بنحبش الفلسطينيين دايماً بتلاقي أنا بحب الفلسطينيين فعملت فيلم عن ناس بحبها مبني على رواية كاتبها إلياس خوري الكاتب اللبناني اللي هي جات من إنه قاعد مع ناس كلهم حضروا النكبة في مخيمات اللبنانية المفاجأة كانت تعرض في كان الفيلم إن الناس كانت متوقعة حاجة شغل دعاية عارفة واتفاجأت إن لأ ده يعني فإن كنتي تقدر يتكلمي يعني تكلمي الناس عن حياتك صح مش مش عن قرائك نعم دايماً في ناس بيروج يعني للجانب لدولة الاحتلال وإنه هم اللي مظلومين وإنه الشعب الفلسطيني هو اللي عملتهم بالعنف على فيلم باشا على نتفلكس اللي هو فيلم تسجيلي عن شيمون بيريس كنت يعني مش ممكن إلى أي درجة فيه مستفز نعم ممكن هاي هاي هون رسالتنا رسالتنا لما بإنتج أعمال بالعكس يعني إحنا نفرجي الناس سواء كان العالم العربي العالم بشكل عام يعرفوا بزبط إيش يعرفوا حدودت الحدودة بتاعتنا بالضبط مش أراءنا مش الواقع التاريخ إيش عم بحكي إيش اللي صار بفعل نحن حياتنا شكلها إيه نحن حلوين على فكرة نحن حلوين نحن حلوين بنجانب ناخد العائل طيب نكمل معك نحكي نرجع للمهرجان والفعاليات اللي رح تكون موجودة في المهرجان وإضا رح يكون في حلقات نقاشية الحلو بمهرجان عمان يعني الدولي للسينما أكيد بإنه مش بس في عروض للأفلام وإنما لأ عم بيجيب نخب وأشخاص متميزين بهذا المجال وموجودين وعم بيعملوا ورشات عشان يعني كل شخص طالب لقى العلم طالب لقى المعرفة بهذا المجال صار في عنده معرفة تحكي لنا أكتر عن هاي الورشات أنا عارف أن في ورشة عن يعني عن العلاقة بتاعت المبدعين مع الرقابات المختلفة الرقابة المجتمعية تحديدا أن كنتي طول الوقت بتتواجه بحاجات غريبة من نوعات عادات والتقاليد العائلة المصرية أو الأردنية ومعرفش ما ينفعش ده في السينما ما ينفعش في الثقافة أنك أنت تتكلم أنك أنت مش شغلتنا إحنا كفنانين ولا كأودبة ولا كمعرفش أنه إحنا نعيد إنتاج قيم إحنا شغلتنا إذا إحنا بنتكلم عن القيم هي وضعها موضع تساؤل يعني أنت ما عندك بلد زي مصر كان فيها شائع جدا من عادات وتقاليد العائلات البصرية ختان البنات اللي هي عادة فظيع وحتى الأزهر دلوقتي قال إن ده مش حقيقي إنه فأنتي بتغيري أنت شغلتك تغيري شوية العادات والتقاليد اللي هي ما بقتش مناسبة مع العصر ده إذا إحنا بنتكلم عن الرقابات المجتمعية كنتروفرشل شوية لأ أنا بقوله ده واحد لأ عادي وهيك عم بصير يعني أحيان بتعمل فيلم بيحكي على واقع بيقولك لأ هاي مش عادي لا يعني يعني في عيون بهياش بالضرورة أخلاقك إنما عنده أخلاق وأخلاقه دايما بتنحازل ما هو إنساني يعني ده متأيقلي ده المنمم وإنه يبص للدنيا ويقول هي كده الدنيا وإزاي قدر أتعامل معها وإزاي ما قباش خايف من الدنيا يعني كنت عندك ثقافة كاملة مبنية على إنك تخافي ها من الدنيا ها يعني حاسب مش عارف إيه ده إيه ده لأ ده لا الدنيا دنيا معقدة جدا وصعبة جدا بزرط ما فيش أبيض أو أسود يعني هي الأشياء كل واحد عنده رأي مختلف والموضوع يتدرج يعني مش هي أبيض يسود ما فيش هيك يعني الموضوع متدرج وآراء مختلفة يعني مرات بزرط فلازمها تكون منفتح لحتى يطلع على أراء مختلفة شكرا إليك أهلا وسهلا بحضرتك المطلج يسري نصر الله أهلا وسهلا أهلا بك